من يرى هؤلاء الأطفال وهم يحملون في أيديهم الكتب يعتقد للوهلة الأولى أنهم ذاهبون للمدرسة أو لإحدى المكتبات العامة لكنهم في الحقيقة متوجهون إلى إحدى البقالات في الحي الذي يقطنونه لعادة ما استعروه من كتب واستعارة أخرى كامبير بوزان صاحب بقالة يحاول تسجيع أطفال الحي على القراءة مبادرته ترتكز على منح القارئ ما يختاره من البقالة مقابل كل كتاب يقرأه أتتني الفكرة حين كان يأتي إلي بعض الأطفال الذين لا يملكون المال لشراء ما يرغبون به فكنت أعطيهم من دون مقابل ولكي لا أشعرهم بالحرج كنت أطلب منهم مقابل ذلك أن يقرأوا كتابا وكان لدي في البداية أربع كتب فقط لابني بعد ذلك بدأت حاجة للكتب تزداد مع ازدياد الأطفال الراغبين بالاستعارة لا أدري من نشر القصة على وسائل التواصل فانهالت كتب المتبرعين تشجيعا للمبادرة وتشجيعا للأطفال في بقالته الصغيرة وبين المواد الغذائية والأطعمة خصص كامبير بعض الرفوف للكتب التي بات بإمكان أي طفل في الحي استعارتها فتهافت الكثير من الأطفال على بقالته لاستعارة الكتب وأخذ المكافأة لكن بعد أن يشرح له أهم ما وجدوه في الكتب التي قرأوها أما الأطفال الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة فخصص لهم كتبا مصورة للتعليم من خلال الرسم بالألوان فكرة نالت استحسان الأطفال وأسرهم أنا أصلا منذ صغير أشتري من العام كامبير ونحن نحبه وبعد الكشف عن مبادرته إعارة الكتب للأطفال زاد إقبالي على بقالته ولقد أصبحنا مدمنين على القراءة بفضل أساليبه المشجعة كما يعرض كامبير بضاعته من المواد الغذائية والخضروات والفواكه يحرص أيضا على عرض أبرز ما لديه من كتب هنا ليتمكن الأطفال من استعارتها القراءة تساهم في نهضة الشعوب وكامبير يحاول تجسيد ذلك من خلال مبادرته في بقالته المتواضعة مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول